اوعى تستهين بصوتك لا 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 دي بلدك تنازل النهاردة عشان مصر انتخابك النهاردة من اجل هذا الوطن انتخابك النهاردة وصوتك المهم للغاية وجودك النهاردة امام الصناديق نازلين بكسافة للجان على مستوى محافظات مصر بالكامل من اول حلاوي شلاتين لحد ما نروح رفع الشيخ زويت لحد ما نروح السلوم وسيوة مصر كلها موجودة قدام اللجان حضرتك نازل من اجل بلدك حماية البلدك حماية لمقدرات بلدك من اجل امن وسلامة مصر دعم للقوات المسلحة دعم للقيادة دعم لقرار سيناء خط احمر وتظل سيناء خط احمر امن القوم المصري خط احمر ويظل الامن القوم المصري خط احمر دي رسالتنا النهاردة ما بقول لكش زي ما انت عايز ولكن صوتك مهم النهاردة من اجل هذا الوطن لأنه عندنا محاولات رهيبة جدا بتحدث حاليا أنا أتكلمك كل الشعب الفلسطيني النهاردة بقى في الجنوب بقى خلاص قرب مننا بقى جنبنا وبيضغطوا وروحوا ودخلوا مصر بيتكلموا كده بما فيهم عناصر من حماس أسامة حمدان ده اللي قاعد هربان في لبنان قول هنروحوا ونقاواوا من مصر وأنت هو أنت لما تقولي الكلام ده معنى إيه أسامة حمدان أنت بدخلن حرب مع إسرائيل ما ده معناه كلامك يعني أنت بتقولها الروح نمت في الأراضي المصرية والسيناء هتكون أرض مقاومة لنا لا حضرتك سيناء دي بتاعتي أنا مش بتاعتك أنت أنت أرضك غزة قاوم زي ما أنت عايز ولكن بلدنا ما حدش يدخلها يقولي مقاوم من سيناء مقاوم من سيناء دي معناها أننا ندخل في أحرب وإسرائيل هتضربك عندي وأنا هسكت لا يا أسامة حمدان ولازم يطلعوا يتكلموا يقولوا بنعتذر عن تصريح أسامة حمدان لازم قيادات حماس تقول كده لأن احنا لا يمكن نسمح أبدا أرضنا أبدا حد يستخدمها من عندك حرر بلدك من عندك قاوم من عندك وأنا بقولك أنت عندك قاوم لكن عند بلدي لا بلدنا وأنا عشان كده بقول للشعب المصري تخلي بالك خلي بالك يا مصريين عندك تلات أيام مهمين جدا كل التحديات بتواجهنا حاليا وكل الضغوط بتتم علينا ولكن الدولة وقفة قواتنا مسلحة وقفة رئيسنا وقف كل موساتنا وقفة لن يعدس تهجير لمصر أبدا تحت أي ظرف واندفع عن بلدنا ودفاعي أنا عن بلدي أنا هنا والصندوق وحضرتك عمد الصندوق كل واحد في المكان وبدفع عن بلده بطريقته الخاصة رسالتك الصندوق صوتك الانتخابي صوتك عشان اللي أنا بقول له حالك عليه التحديات الصعبة اللي احنا بنواجهها رغم كل ده طبعا كل السعدات الجاهزة هل لو طلنت انتخابات قضاء خلاص نهارده موجودين في كل محافظات تم نقلهم من خلال وسائل مختلفة راحوا كل محافظات النهارده خلاص بقوا الدنيا كل واحد عارف لجنته فين بقت الأمور النهارده واضحة بالنسبة لنا بقى عندنا إرادة وقرار احنا بنتكلم على انتخابات حقيقية